نشرة الأخبار من قناة الأخبار المغربية مشاهدين أهلا بكم بمناسبة تخليد ذكر تقديم وثيقتي المطالبة بالاستقلال تفضل صاحب الجلال الملك محمد السادس بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 991 شخصا وأوضح بلاغ أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص أن المستفيدين من العفو الملكي هم كالآتي المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 707 نزلاء وذلك على النحو التالي العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 10 نزلاء التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 687 نزيلا تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 9 نزلاء والمستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 284 شخصا موزعين كالتالي العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 86 شخصا العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 17 شخصا العفو من الغرامة لفائدة 169 شخصا والعقوبة أو العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 12 شخصا في موضوع آخر وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية استقبل سيد عبدالطيف لودي الوزير المنتدى بلد رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية على كل حدة اليوم ثلاثاء برباط كبير مستشاري الدفاع البريطاني بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا الفريق طيار مارتن إليوت سامبسون تقرير لعبدالطيف بن طالب تنفيذا للتعليمات الملكية السامية استقبل الوزير المنتدى بلدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبدالطيف لودي الفريق طيار مارتن إليوت سامبسون كبير مستشاري الدفاع البريطاني بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أوضح أن المسؤولين أعرب خلال الاجتماع عن ارتياحهما للعلاقات الممتازة والمستدامة التي تجمع البلدين وأبرزات طلعهما لمواصلة تطوير هذه العلاقات العريقة المسؤولان تبادل وجهات نظرهما حول الوضع الأمني الإقليمي لا سيما في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل وشدد على ضرورة تعزيز التعاون في مجال الدفاع في اليوم نفسه وبتعليمات سامية من جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية استقبل الجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط الفريق طيار مارتن إليوت سيمسون وبتعليمات ملكية سامية أعرب الجنرال دوكور دارمي عن رغبة القوات المسلحة الملكية في مواصلة العمل من أجل تعزيز التعاون العسكري الثنائي وكذا توسعه ليشمل مجالات أخرى ذات الاهتمام المشترك وبدوره استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريد اليوم ثلاثة برباط كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مارتن إليوت سيمسون ويندرج هذا اللقاء في إطار زيارة العمل التي يقوم بها حالياً السيد إليوت سيمسون للمملكة هذا وعلى صعيد آخر جرى سيد بوريدة محادثات اليوم ثلاثة برباط مع رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية مالوي كاترين جوتانيهارا هذا اللقاء يندرج في إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها سيدة جوتانيهارا للمملكة على رأس وفد برلماني هام وكانت رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية مالوي قد أجرت أمس لإثنين محادثات مع رئيس مجلس النواب رشيد طالبي العالمي ورئيس مجلس المستشارين النعمة ميارا وكذا مع وزير الفلاحة وصيد البحر والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي وفي خبر آخر كذا رئيس الحكومة سيد عزيز خنوش بالخميسات في كلمة له خلال مراسيم إطلاق المشاريع المتعلقة بتعزيز استعمال اللغات الأمازيغية بالإدارة العمومية أكد أن المضي قدما في تفعيل طابع الرسم للأمازيغية رهين بتعبئة الموارد المالية اللازمة لتحقيق هذا الطموح المزيد من التفاصيل مع عثمان الطاهيري الخميسات تتزين بإطلاق المشاريع المتعلقة بتعزيز استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية وذلك تم بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش ويأتي هذا المشروع الذي جرت مراسم إطلاقه بحضور عدد من أعضاء الحكومة والأمين العام للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وكذا مسؤولين ومنتخبين تجسيدا للإرادة الملكية السامية التي خصت الأمازيغية بعناية واهتمام كبيرين أسف قسمبركي هذه السنة طيبة للأمازيغ نحن في هذه المناسبة الحكومة جت هنا بش تقدم جميع المشاريع تنزيل الأمازيغية داخل الإدارة بش نعز القطاع الإدارة بالأمازيغية وتكون العلاقة مع الأمازيغ سهلة في اللغة وتوقعوا عدد الاتفاقيات 25 إجراءة كذلك أنه تمويلات مهمة 200 مليون دهم السنة الماضية 300 مليون دهم هذه السنة لكي نواكبوا هذه المشاريع كلها وتميز هذا الحدث بالتوقيع على اتفاقيات شركة جمعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مع كل من وزارة العدل ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل الإطلاق جاب شركة مع رئاسة الحكومة ومعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وبحضر قوي أعضاء الحكومة من أهم المشاريع وأنه اليوم كان 460 عام في مختلف أنحاء المملكة تتحطوه باللهجات الثلاث ديال اللغة الأمازيغية وذكر بهذه المناسبة أن الاعتراف الرسمي بالأمازيغية جاء نتيجة للإرادة الملكية السامية التي مكنت من قطع أشواط كبرى خلال العشرين سنة الماضية إلى الأخبار دوليو من العاصمة تشيكية بخاك حيث يقود كل من الرئيس السابق للجنة العسكرية العليا لحلف نايتو بيتر بافيل ورئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة أوندري بابيس وأستاذة الاقتصاد دانوس سابقا أو صباق الانتخابات الرئاسية تشيكية في نهاية هذا الأسبوع نتعرف على تفاصيل هذه الحقبة السياسية الجديدة لتشيك في تقرير لأمينة صياد نحو تمانية مليون تشيكي ينتظرون بفارغ الصبر يومي الجمعة والسبت المقبلين التوجه إلى صناديق الاقتراع فرصة يعتبرونها خطوة مهمة اتجاه تحقيق الديمقراطية عبر انتخاب خليفة للرئيس تشيكي ميلوش زيمان الزعيم الذي قادت دولة في حقبة ما بعد الشيوعية يجب على الرئيس احترام الدستور واحترام المبادئ والقيم الديمقراطية وعليه أن يتواصل مع الشعب وسائل الإعلام يجب أن يكون راسخا في القيم الديمقراطية سباق الانتخابات في الدولة الأوروبية يقوده ثلاثة مترشحين رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة الآن أندري بابيس الجنرال المتقاعد ورئيس السابق للجنة العسكرية العليا لحلف الناتو بيتر بافيل بينما أستاذة الاقتصاد دانوس نيرو دوفا على وشك كتابة التاريخ كأول رئيسة نتشيكية إذا تم انتخابها من المحتمل أن يكون بيتر بافيل أفضل في التعامل مع القضايا الأمنية والشؤون الدولية حيث لا تتمتع دانوس نيرو دوفا بالنسبة لي بالخبرة الكافية من ناحية أخرى يمكن لنيرو دوفا كخبيرة اقتصادية أن تكون أفضل في التعامل مع القضايا المحلية والاقتصادية والاجتماعية استطلاعات الرأي النهائية تعطي لبافيل أفضل الفرص لكن حسب هذه الاستطلاعات من غير المتوقع أن يفوز أي مرشح بشكل مباشر في نهاية هذا الأسبوع مما سيؤدي إلى جولة إعادة بين المركزين الأول والثاني في خبر آخر يتوقع المنتدى الاقتصادي العالمي دوفوس الذي سينعقد الأسبوع المقبل في جونيف السويسرية يتوقع مشاركة كبيرة من جانب رجال الأعمال وقادة الحكومات والرؤساء الدول لمناقشة التحديات التي يعاني منها العالم شيمة بكة والتفاصيل توقعات بإقبال قياسي مع بداية موسم الشتاء في منتدى دوفوس الاقتصادي عودة المنتدى العالمي إلى مقر عقاده الشتوي بجونيف السويسرية يعرف مشاركة عدد من رجال الأعمال وقادة الحكومات الأسبوع المقبل لمناقشة التحديات التي تعرقل تباطؤ الاقتصادي العالمي إلى جانب الإشكال البيئي وينطلق الاجتماع السنوي تحت شعار التعاون في عالم منقسم كما سيشمل برنامج المنتدى المنعقد على مدى أسبوع مجموعة من حلقات النقاش والأخذ والرد بين المشاركين ومن المقرر أن ترتكز المناقشات على تحديات القصيرة المدى مثل كيفية تجنب مخاطر حدوث ركود عالمي في عام 2023 وكيفية التصدي لتغير المناخ بسبب أزمة الطاقة العالمية دولياً دايماً قال باحثون أن أوروبا شهدت ثاني أكبر الأعوام دفئاً على الإطلاق في عام 2022 حيث أطلقت تغيرات المناخ العنان لظواهر مناخية غير مسبوقة أدت لانخفاض غلات المحاصيل وجفاف الأنهار والوفايات تقرير لعب لطيف بن طالب نيران تلتهم الأخضر واليابس مشاهد قضت ملجع الطبيعة في فيديمونت البرتغالية الصيف الماضي دهشة جعلت الأجرس تزيد من الرانين حول عام 2022 فهو خامس أكثر الأعوام دفئاً في العالم منذ 170 سنة على الأقل وفق مؤسسة كوبرنيكوس لتغيرات المناخ سجلنا في العام الماضي ارتفعاً في موجات الحرارة على سبيل المثال وصلت الحرارة إلى درجة 40 لأول مرة على الإطلاق في المملكة المتحدة صور صيف باريس الماضية كانت استثنائية اعتاد الفرنسيون فيها على رؤية عداد الحرارة يسجل مثلاً 41 درجة وكالة كوبرنيكوس سجلت أن صيف 2022 هو الأكثر سخونة في أوروبا حيث تسبب في أكثر من 20 ألف حالة وفاة في دول كفرنسا وألمانيا وبريطانيا كلما ازدادت نسبة غازات الدفئة فلن يتغير هذا الواقع ستكون درجات الحرارة أكثر دفئاً ودفئاً رغم ذلك سنتحرك من أجل تحقيق الأهداف المسطرة قلة الأمطار انعكست بالسلب كثيراً في أوروبا إذ أثرت على توليد الطاقة الكهرومائية وقللت من المحاصيل الزراعية كما أدى انخفاض منسوب المياه إلى تأخير الشحن على طول نهر الرين في ألمانيا وبالعاصمة الإيطاليا روما تم الاتفاق على شراكة استراتيجية بين إيطاليا واليابان تروم إلى تعزز التعاون ثناء بين البلدين في مختلف المجالات تقرير لردوان مستقيمة تقوية العلاقات في مجموعة من المجالات بما في ذلك الاقتصاد والتجارة والدفاع هي أهداف مشاركة وضعتها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ونظيرها الياباني فوميو كيشيدا في الجماع بالعاصمة الإيطالية روما اليابان تطمح إلى تعزز التعاون الثنائي في مختلف القضايا المدرجة على جدول الأعمال الدولي إطلاق برنامج القتال الجوي العالمي مع إيطاليا والمملكة المتحدة يمثل أول ارتباط لليابان مع شركاء أوروبيين لتصميم طائرة مقتلة ففي دجمبر من العام الماضي قامت إيطاليا واليابان بالاشتراك مع المملكة المتحدة في برنامج يهدف إلى تطوير الجيل السادس من الطائرات والتي من الواضح أن لها تداعيات مهمة على قطاع الإنتاج كما جاء على لسان رئيس الوزراء الياباني بذلك مشاهدينا نكون قد وصلنا لختام هذه النشرة شكرا لكم على طيب المتابعة في أمان الله شكرا لكم على قطاع الإنتاج